إذا كان هناك من يستحق الشكر في هذا الأمر فهو الجمهور المصري تحقيق يعني لأنه أنا كنت في الاستاد وشفت أن هناك فارق كبير جدا 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 ما بين الجمهور المصري وأي جمهور آخر الجمهور المصري مش معنى أنت تبقى جمهور شرس أنت ترمي الناس وتحد في الناس وتتجاوز الجمهور الشرس ليس بالتجاوزات ولكن كان بالتشجيع الحماسي بالتسعين دقيقة مش فارق معايا مين اللي كان قاعد ومين اللي ما كانش قاعد ومين اللي جمهور لا الشعب المصري كله من حقه يتفرج على المباراة الشعب المصري كله من حقه يشجع منتخبه يشجعه ازاي كل واحد وله طريقته فجمهور المصري يستحق كل التحية ويستحق كل التقدير بعد الواحد بس مش عايز يقول ألفاظ صعبة ولكن بعد اللي احنا شفناه في السنغال وبعد الجمهور عمله يجب أن يكون هناك وقفة مع الجمهور الأفريقي الجمهور السنغالي أنا عمري بصراحة خلينا أقول لحضراتكم الواحد سافر السنغال دي كتير جدا سواء مع المنتخب أو مع النادي الأهلي أو مع الأندية الأخرى ولكن في النهاية عمري ما كنت بشوف كده بصراحة واحد يقولي للحق فمصر قدم أو الاتحاد المصري لكرة القدم قدم احتجاج أنا عارف أن الاحتجاج مش هيقدم حيوقفهم مطشين ولا حاجة ولكن في النهاية غرامة مالية بتاع مش عارف إيه لكن في النهاية مطش خلص سنغال في كاس العالم إحنا خسرنا بتاقة الترشح الجمهور أو الشعب المصري غاضب على محمد صلاح ومن حقهم أن هم يغضبوا